أهلا بكم إلى هذه الجولة عبر صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم والتي نستهلها بجريدة المساء التي قالت بأن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد صادقت بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي سيمكن من رفع القيود عن ممارسة هذه المهنة بالمغرب بالنسبة إلى الأطباء الأجانب إلى جريدة الصحراء المغربية التي كتبت بأن مجلس النواب يشيد بالمواقف النبيلة التي أبانت عنها الوفود العربية الشقيقة وبروح التضامن القوي الذي طبع قرار البرلمان العربي وصدقية مضامينه واستحضاره وإشادته بالجهود الحثيثة التي تبدلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس ونختم جولتنا بجريدة الأحداث المغربية التي أفادت بأن نزه الوفي الوزير المنتدب المكلف بالمغربة المقيمين بالخارج قالت إن الحجر الصحي بالفنادق بالنسبة لمغاربة اللائحة باء أمر لا نقاش فيه في إشارة إلى ضرورة التزام مغاربة اللائحة باء بالحجر الصحي لعشرة أيام بالفنادق الموضوعة رهن إشارتهم لهذا الغرض